وفي جلسة 16 يونيو سنة 1949 استمرت عملية تطوير منشآت النادي وزي ما جي في محضر الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي تعالية مدرجات ملعب فاروق وانشاء ملعبين للسكواش راكت على ان يبت في هزين المشروعين بجلسة مجلس الادارة المزمع انعقدوها في الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء الموافق 21 يونيو 1949 بدار النادي وفعلا في جلسة 21 يونيو 1949 صدر القرار بالعمل الفعلي فتقرر ارسال خطاب لجميع المؤولين الذين قدموا عطاءاتهم عن عمل امتدادات لمدرج ملعب فاروق وانشاء ملعبين للسكواش راكت لتقديم عطاءاتهم على كل عملية على حد وبالشكل ده دخلت العملية حيث التنفيذ وبدأت في النادي عملية زيادة مدرجات ملعب فاروق وانشاء ملعب لسكواش الراكت كان اسمه لسكواش راكت وده في اطار التطوير المستمر لملعب ومنشآت النادي عملية تطوير ملعب فاروق تحديدا كانت مهمة جدا مش للنادي الاهلي وبس لا ده للاندية المصرية كلها لان القاهرة ما كانش فيها ملعب يستوعب العدد الكبير من الجماهير قد ملعب فاروق ورغم كده كان فيه دايما حاجة لزيادة مدرجاته كان وصل عدد المشاهدين اللي قدروا يتفرجوا على المباريات الى 14 الف متفرج تطوير مدرجات ملعب فاروق بتعليت مدرجاته وبناء مدرجات جديدة وراء المدرجات تستوعب 20 الف متفرج وجه في تقرير الجماعية العمومية اللي انعقدت يوم 28 اكتوبر 1948 وهكذا ظفرت عاصمة الدولة باستاذ تولاه النادي الاهلي وحده وانفق على توسيعه ما لا يقل عن 7000 جنيه لم يتردد في انفاقها تحقيقا لهدف لا نزال نلح على تحقيقه الا وهو الاستاذ الكبير الذي يعتبر رمزا رياضيا للدولة كلها ده اللي جيه في تقرير الجماعية العمومية ومهم نعرف ان ملعب فاروق كان الملعب اللي بتقام عليه كل مباريات منتخب مصر في الوقت ده لانه اكبر ملعب في مصر كلها ومش بس كده اي مباراة كبيرة لها طبع جماهيري كانت بتقام على ملعب فاروق يعني لو فريق اجنبي جي مصر يلعب مع اي نادي كان بيتلعب على ملعب فاروق اللي في النادي الاهلي لان باقي ملاعب القاهرة ما كانتش تستواب اكتر من خمس تلاف متفرج تقريبا في الوقت ده كانت مساحة النادي بتدي على الاعضاء مع زيادة عدد الملاعب والمنشآت وكمان فيه مستجد ما كانش متاخد في الحزبان قبل كده ولا كان ظاهر في بداية تأسيس النادي اللي هو ايه انه كل عضو بقى ليه اولاد كأعضاء متاسبين يعني لو متوسط الأسرة ثلاث أبناء اضرب بقى العدد في ثلاث وبعد ما كانوا أعضاء تابعين بقوا أعضاء عاملين وحيتجوزوا وحيكلفوا هم با كمان يعني عدد الأعضاء بيتضعف وبدأت ترتفع أصوات أعضاء النادي لإعادة الأرض اللي أجارها نادي الفروسية في فبراير سنة 1936 وبدأ مجلس إدارة الأهل مفاوضات شاقة لاستعادة أرض النادي مفاوضات قضها أحمد عبود باشر رئيس النادي ومعاه فكري أبازة بيك وكيل شرف النادي وفؤاد سراج الدين باشر وكيل النادي أيوة فؤاد سراج الدين فؤاد سراج الدين القطب الوافد الكبير في الأربعينيات ورئيس حزب الوافد في الثمانينيات من القرن الماضي وفي الجامعية العمومية وقف عضو من الأعضاء وسأل أحمد عبود باشر ماذا تم في موضوع نادي الفروسية أحمد عبود باشر قال يا سرني أن أشير إلى مسألتين هامتين المسألة الأولى فهي ما تم هذا العام من تعليقات وتشييد مدرجات ملعب الكرة بحيث أصبحت تتسع لعشرين ألف متفرج أما المسألة الثانية فهي تلك الأمنية العزيزة علينا ألا وهي عودة أرض نادي الفروسية إلى حضيرة نادينا فلقد وجدنا من سعادة محمد طهر باشر استعدادا حسنا وروحا طيبة في هذا الشأن وقد تفضل سعادته بالمساهمة في تذليل كل ما اعترض هذه المسألة من الصعوبات بحيث أصبح مأمولا أن يتسلم النادي الأهل الأرض خلال الموسم الحالي فيترى النادي الأهلي خلال الموسم استلم أرضه اللي أجرها لنادي الفروسية ولا لأه ده اللي هنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة